السلام عليكم أهلا بكم في حلقات حفظ وتثبيت سورة البقرة إحنا بنحفظ مع بعض ومنثبت مع بعض في الحلقة وصلنا الآية 216 من سورة البقرة هتجيب المصحف بتاعك عشان تحفظ معي تقرأ معا لما يكون بقرة وتسمع معا لما يكون بسمع أما حاجة تقرأ مصحفك والصوت عالي والتركيز كتب عليكم القتال وهو كره لكم 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 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 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 لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هنحفظ الجديد ثلاث مرات ونسمع من أول ربع مرة واحدة الناس اللي بتسأل أسماءها مش موجودة لازم تسمع قبل الأسماء بأربع ساعات لازم تكون حافظ كويس لازم تكون عارف التجويد كويس لازم تسمع الجديد ثلاث مرات وتجيب من أول ربع ولازم تسمع الماضي بتاعك لو أنت عملت الحاجات دي كلها اكتب أن اسمك مش موجود تكون حافظ كويس تسمع ثلاث مرات تجيب من أول ربع تجيب النص جزء بتاعك الماضي كل يوم أسأل الله أن يؤثر لكم حفظ القرآن الكريم وأجب معكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم